مدينة في إيطاليا اختفت في ظروف غمضة مدينة بومبي ومدينة الزين هي واحدة من المدن الإيطالية اللي موجودة أعلى جبل لوركن في زوف كان معروف إن أهل المدينة دي منغمسين في الشهوات وكان موجود فيها بيوت ضعارة كتير جدا وتم اكتشافها في القرن الثمنتاشر لما كانوا بيحفروا قناة في المنطقة وبعض العلماء فسروا إن بركان مفاجئ دمر المدينة بالكامل وكل سكانها اتحولوا الجسس إسمنتية مدفونة تحت الرماد المدينة دي كان معروف عنها إنها تمتاز بفن العمارة والشوارع والحضاق المتميزة وكمان الميناء البحرية المتطورة قوي والمسارح والأسواق واكتشف العلماء إن المدينة دي بتحتوي على أكبر مجموعة من المنحوطات الجنسية الفاضحة وكمان اللوحة اللي على الجدران مرسوم عليها أنشطة جنسية غير طبيعية زي الجنس مع الحيوانات أو مع أكتر من شخص أو من نفس النوع والجدريات دي انتقلت للمتحف الأسري الوطني بس أول ما شافها الملك فرنسيس الأول أمر بنقلها للمتحف السرق وفسر بكده إنها خادشة للحياة على فكرة أهل المدينة دي وصلوا بالفجور إنهم كانوا بيمارسوا الجنس في العالم حتى قدام الأطفال واللي كان بيستطر كانوا بيتريقوا عليه واستنكروا منه وعلى حسب رواية بليني الناجي الوحيد إن في يوم 24 أغسطس عام 79 ميلاديا وفي وقت الظهر بالزبط بدأ البركان اللي موجود في المدينة بالثوران وظهرت سحابة كبيرة غطت الشمس وتحول النهار لليل السكان حاولوا يهربوا عن طريق البحر وناس تانية دخلوا بيوتهم عشان يستخبوا فيها ويقال يعني إن اليوم اللي حصل فيه كده كان عيد أليهة النار عند الروماني وبيوصف بلينيو بيقول إن السحب كانت مغطية الشمس كلها والبركان كان بيطلع نار كتيرة جدا والناس كانت مصدومة من اللي بيحصل وحصلت هزات قوية قوي في الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر اللي هو توسنامي دلوقت وبعد ما عدى 1600 سنة تم اكتشاف الجسس بس كانوا على هيئتهم بالزبط وهم تقريباً 80 جسة اللي تم اكتشافهم